مرحبا أصدقائي كيف كن؟ هذه حلقة جديدة من قناة ليبنان فورتك اليوم رح حكيكم عن ميزة رائعة جدا تم تضافتها من خلال اليوتيوب طبعا هذه الميزة رح تساعد صناع المحتوى رح حتى يقدروا يستفيدوا من الحد الأقصى من إمكانية وصول فيديوهاتهم أو جلب مشاهداته بشكل كبير طبعا مثلما نعرف أنه بس حالا يدخل على اليوتيوب أول شي بيطلع عنده هي الصورة المصغرة وتكل صناع المحتوى والخبرة وأي أشخاص قللون احتمامات باليوتيوب بيقول لك إذا كان تركيزك كتير ميح على الصورة المصغرة وكانت جزابة هذا الشي رح يجيب مشاهدين أكتر باعتبار أنه أكل الأشخاص رح تجرب تضغط كليك على هيدا الصورة كريمة تشوف الفيديو لكن كان بالأول أنه نحط صورة وحدة يعني بس نعمل نعمل الفيديو نعمل صورة مصغرة وحدة هذا الشي كان يحددنا أو يعطينا مجال دايق إذا بدنا نرجع مرة تاني نرجع نغير الصورة فالعملية بتاخد وقت بين أرشافة ونرجع ليزهر الفيديو تبعك بالفوريو بيجر أساسي تبع اليوتيوب اليوم مش عملت اليوتيوب ضافة ميزة رائعة وهي أني فيك تحط ثلاث صور لمدة عشرة أيام وبيرجع ويعطيك تأرير عن أي صورة أفضل جابت نتيجي سو هون انت ساعة بتعتمد الصورة يلي انت بدك تكون هي أعلى نتيجة كيف بيصير هيدا الشي لو نحنا فتحنا قناتنا على اليوتيوب مثلا وجينا عملنا أبلود للفيديو هأرفع هيا الله فيديو هلا بشكل سريع أنا أفترض هدا الفيديو أنا بدي أرفعه أوكي عندك أكيد بتحط العنوان وكذا كل هاد التفاصيل ما رح فوت فيها أوكي لاحظ هون عندك صورة مصغرة باعتذر هون عند اللغة بالإنجليزية في عندك أبلود اللي هي ترفع صورة مصغرة وحدة متما بنعمل كل مرة عندك هون الأوتوجينيريت هادي ما هاحكي عنها هادي بتخلق لك صورة مصغرة لحالة أوكي وهون عندك التست أنت كومبير يعني هون فينا نعمل التجربة والمقارنة بس نضغط عليها رح يعطينا ثلاث صور يعني فينا نضيف ثلاث صور كل صورة بستايل شكل وهو بعدين بعد عشرة أيام من رفع الفيديو رح يقل لك أي أفضل صورة كانت جابت نتيجة جابت ضغط عليها جابت كليك عليها إذا رفعنا صورة أنا رح أاخد مثل مثلا خدت هايدي الصورة كمسل برجع أخد صورة تانية أنا عم باخد صور بشكل عشوائي كتجربة خليني أرجع باك خليني أروح على أوكي ومسلا أخدت هايدي الصورة وأخدت هايدي الصورة هيك بيكون أنا هايدي الصغير رح نأي صورة غيرة أخدت هايدي الصورة أوكي هيك بيكون أنا عندي ثلاث صور مصغرة أوكي ورفعتهم واليوتيوب بكل مرة بيختار صورة وبيطلع لكيها على يعني بيظهرها لأشخاص ثانين يعني أنت مرة شفت الفيديو بهايد الصورة المرة التانية أو غير مستخدم رح يشوف الفيديو بهايد الصورة وغير مستخدم رح يشوف الصور بهايد الصورة وبيشوف أي أفضل نتايج كانت وبيخبرك أوكي هاي صار عندنا ثلاث صور متما شايفين النتيجة النهائية أو الريزولت أو نتيجة الاختبارات هتكون تقريبا بعد عشرة أيام أو أسبوعين لو دغدا هيفرجيك يوهم بهيد الشكل فرضا أنت خلصت الفيديو ورفعته وكل أمورك صارت تمام وحاطت هوني تاست وكل شي بالتمام هالفيديو نرفع مثلا هنفترضون هادا الفيديو أنا بديه هروح على فيديو قديم لألي هادا الفيديو القديم لألي وبس تفوت عليه للفيديو وتقرب على صورة مصغرة وتضغط على أوبشن أو خيار بفرجيك هوني أب بيجعب يعد لك لنفس الخيارات لكن ما حيقل لك أنه تعمل التست والكمبير مع تعمل المقارنة المجديد لأ بتضغط على view تست أوكي ويفرجيك ثلاث صور هوني وانت بتشوف حسب النتيجة بتحط الأفضل وفيك ترجع تعمل آآ بعتقد تست من أول جديد وما تضغط عليه مرة تانية برجع بعد لك التسبب يعني بيمحي الصور الأديمة وبيرجع بحط لك صور الجديدة فهيدي هي الميزة بكل بساطة ميزة بسيطة لكن مفيدة كتير لصناع المحتوى بل أول ما كانت من تشرع كل الحسابات حالياً مفترض تكون كل حسابات اليوتيوب هي عليها متوفرة خبروني بتعليقات إذا عم تستفيدوا من هيد الميزة أو إذا وصلتكن أو بعد أنا محمد وشرككم بالحلقات الجديدة إلى اللقاء